الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث السنوي مع حدة تطبيقات شاملة على القواعد النحوية من كتابنا كتاب الأضواء المجموعة الثانية صفحة تلتمائة وسبعتاشر عين الجملة التي وردت فيها كلمة بها همزة متوسطة مفتوحة وما قبلها مفتوحة طبعا الهمزة المتوسطة طبعا هي بترسم على حركة الحرف المناسب لها وبالرعي حركة الحرف الذي يقع قبلها فركم أنف في مكتبة الأسكندرية مؤلفات عملاقة في كل العلوم طبعا مؤلفات إذا نظرت إلى الهمزة رسمت على الواو وهي مفتوحة وما قبلها مضمون تهتم مصرنا بكل رحلة بكل رجالاتها بكل فئات زو الاحتياجات الخاصة طبعا في A طبعا الهمزة هنا مفتوحة الهمزة مفتوحة A وي مكسور من قبلها يبقى نشوف نشوف اللي بعده التوازن B A طبعا هنا قبلها مد وهي مكسورة سأل سائل الشيخ الشعراوي سؤالا فجاء جواب الشيخ سهلا سائلا طبعا هنا سأل مفتوحة وما قبلها مفتوح سائل مكسورة قبلها ألف مد يبقى احنا هنأخذ كلمة في آيات يبقى احنا اخذنا رقم باء الهمزة مكسورة الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور ثم اثنين ما الكلمة التي تماثل كلمة نشأة بسبب رسم همزتها على الألف طبعا نشأة مقبلها ساكن وهي مفتوحة يبقى مأوى طبعا مفتوحة وساكنة لا احنا عايزين العكس إبقى أنا عندي ملجأهم دي مضمومة ومفتوحة ما قبلها أفئدة مكسورة وقبلها أفئي مكسورة وما قبلها ساكن طبعا الكلمة التي تماثل كلمة نشأة هي جرأة طبعا الراء ساكنة والهمزة مفتوحة الهمزة مفتوحة نفس كلمة نشأة يبقى احنا اتنين خدنا رقم باء رقم ثلاثة ما مثلنا هذه الكلمات أسماء دنيا مصطفى حال وقعها منصوبة طبعا أسماء مذكر عند تسنيته يقلب حرف العلة اللي هو الألف الليينة إياه ونضيف علامة التسنية إحنا هنضيف طبعا منصوب يأونون يبقى أسميين يبقى احنا كده ما نفعش أسمتين ما نفعش أسموين ما نفعش أسميان يبقى لما عنديش غير رقم رقم جيم عندي أسميين وبعدين دنيا نفس الوضع دنيا وبعدين مصطفى مصطفيين يبقى تلاتة خذنا رقم جيم ثم أربعة ما جمع هذه الكلمات عظمة منادة منطقة حال وقعها منصوبة طبعا عظمة ده آآ 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 عند آآ 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 التسنية أو الجمع نضيف علامة الآآ آآ آآ نضيف علامة ال� physi覶 好吧 لقل ونضيف علامة التسنية او علامة الجمع ما فيهش مشكلة هنا طبعا هنا هنقول عظمة عظميات ما نفعش عظموات ولا عظميين ولا عظيمات لان عظيمات جمع عظيمة عظيمة عظيمات يبقى احنا اخذنا رقم الف وبعدين منادة منادي منادينا ومنطقينا طبعا عند منادة الف تاني اسمه كسورة منطقة الف تاني اسمه كسورة عند الجمع يحزف حرف العلة ويبقى مقابله مفتوحا يبقى منادينا وطبعا هنا برضو مصطفين يبقى احنا خدنا منطقين يبقى احنا خدنا رقم الف اربعة خدنا رقم الف رقم سه ان علماءنا يبنون مجدنا حددناه خبر الحرف الناس في الجملة السابقة طبعا علماء انا همزة متوسطة رسمت على السطر وطبعا هنا مفتوحة علماء اسمي اسمي ان منصوب علامة نصب الفتحة وانه ضمير متصل نابن بمحل جار المضافي يبقى نون فعل مدارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون وهو الجماعة ضمير متصل نابن بمحل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر يبقى الخبر هنا جملة فعلية يبقى خمسة خدنا رقم دال جملة فعلية لست من المشاركين في المصابقة لكنني مشارك في تنظيمها حدد اسما لحرف الناسخ وبين نوع خبره طبعا لست ده فعل ناسخ حرف الناسخ هنا لكنني طبعا هنا هي عبارة عن لكن زائد نون الوقاية زائد المتكلم ويأضغمنا نون إن نون لكن في لكنني هنا طبعا الاسم لكن ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به ضمير متصل مبنى في محل نصب اسم لكن وطبعا مشارك خبر لكن مرفوع نامة رفع الضمة وده طبعا خبر مفرد يبقى هنخدنا رقم ضمير متصل وخبره مفرد يبقى ست خدنا رقم ما نفعش طبعا مستتر ومتصل وشي بجملة ومتصل وخبر وشي بجملة وطبعا عملتها الفاعل لا طبعا نبقى هنخدنا ستة خدنا رقم جي أي الجمل الآتية لا تشتمل على فعل تام بات الحارس ساهرا هنا طبعا بات الحارس ساهرا ده كده ناقصة يجتهد الطالب فيكون النجاح دي تام طبعا هنا كان هنا تام لأنك عند كلمة واحدة بعد يكون وتم المعنى فإنه طبعا يكون فعل مضارع والنجاح فاعل تم فك المشكلات بالعقل والتفكير برضو ده فعل ايه فعل تام ما زال الأمن من قلوبنا فعل تام يبحنا يبحنا الجملة التي لا تشتمل على فعل تام هي رقم ألف بات الحارس ساهرا تام 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 ما زال ما زال الأمن نقط لتحقيق أملنا وطموحاتنا اكد اكمل الجملة بخبر جملة فعلية مما يأتي طبعا ما ينفعش من يقول ما زال الأمل دافعا ولا ينفع دافعه ولا دافعنا إن دافعا هنا دافع هتكون هتكون دي مصدر يبا هنا يدفعنا بقوة يبا تماني خدنا رقم جيم يدفعنا بقوة طبعا هنا هنا ايه هنا هنقول ده خبر ايه خبر جملة لكن لو قلت دافعنا القوي هنا طبعا خبر ايه مفرد تسعة صفحة تلتمية وتمنتاشر بيقول لا تؤدون ما عليكم من تبعات ولا تقصرون في واجباتكم صوب الخطأ طبعا هنا اللم لم الأمر وتؤدون المفروض نقول تؤدوا فعل مضارع مجزوم علامة جز محاس في النون وبعد كده تقصرون ولا تقصروا هنا طبعا عملني تؤدون يبا احنا بعيدنا بعيدنا وقم أنف لا تؤدينا بعيدنا باء هنا عندي لا تؤدوا ما عليكم من تبعات والتاني لا تؤدوا ما عليكم من تبعات يبا أنا عندي جيم ودال بعد كده عملني تقصرون يبا احنا بعيدناها يبا احنا خدنا رقم دال لتؤدوا ما عليكم من تبعات تسعة خدنا رقم دال عشرة أي الجمل الآتية تجتمل على فعل مضارع مرفوع وعلمة رفع الضم المقدرة ألف اصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ده فعل منصوب يقضي ادفع عن الحق ما استطعت إلى ذلك سبيلا طبعا هنا ده مضارع بالضمة الظاهرة أحمد الله لأني لا أسعى طبعا لا نافية وأسعى فعل مضارع مرفوع على مطرف الضم المقدرة لا تقصر ولا تؤجل ده ضمة ظاهرة يبا احنا خدنا رقم جيم عشرة خدنا رقم جيم هو ده الفعل المضارع اللي هو بضمة مقدرة كم 11 من يجتهد فالنجاح فالنجاح جائزته من في الجملة السابقة شرطية موصولة استفامية زائدة طبعا من هنا بعدها فعل مضارع وبعدها جملة مقترنة أو جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء يبقى على طول سنأخذ شرطية 11 خدنا رقم ألف شرطية رقم 12 انتبهوا يا سائقون والجملة الثانية يا سائقين انتبهوا ما يزنع المنادة في الجملتين السابقتين على الترتيب طبعا إذا وجدت المنادة نكرة وفيها وونون أو ألف ونون أو فيها تنوين الضم يبقى على طول نكرة مقصودة إذا وجدتها نكرة وفيها تنوين بالنصب أو تنوين بالفاتح يعني تكون مفتوحة تنوين بالفاتح أو فيها يأونون مسنة أو يأونون جمع مذكر سالم يبقى نكرة غير مقصودة ده الفرج بين الاثنين يبقى اتناشر هناخد رقم جيم نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة طبعا منادة هتقول يا سائقون منادة مبنى على الضم منادة مبنى على الواو في محل نظب منادة مبنى على الواو في محل نظب يا سائقين منادة نصودة منصوب علامة نظب الفتحة طبعا الفرج بين الاثنين سائقون مبني وسائقين معرب 13 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أعرم تحت وخط على الترتيب كفى بالله وكيلا إن الجملة تام اسم الجلالة فاعل ووكيلا تمييز أما هنا إذا قلت كفى بالمرء كذبا مين اللي كفى بالمرء يعني هنا طبعا هنا كفى بالمرء المرء هنا مش هينفع تكون فاعل لكن هي كفى تحديث المرء المرء كذبا يبقى معنى الحديث كفى تحديث المرء المرء أو حديث المرء المرء كذبا يبقى هنا في الحالة دية المصدر من أول دا فاعل والمرء مفعول به يبقى 13 هناخد المرء مفعول به منصوبة على متنصب الفتحة المقدرة طبعا وجود الحرف الجر الزائد والمصدر المأول فيه محل رفع فاعل يبقى 13 خدنا رقم با طبعا ما ينفعش نعرف المرء فاعل وكذبا طبعا هي كذبا تمييز لكن إن ما ينفعش نقول كفى بالمرء كذبا هنا طبعا ما حددت ليش لإيه ما كملت ليش باكت الجملة ولكن أصل الحديث كفى حديث المرء المرء كذبا فهنا هنا يبقى المرء مفعول به والمصدر المأول في محل رفع فاعل يبقى 13 خدنا رقم با 14 الصادق الصادوق محبوب بين الناس عرامة تحت وخط الصادق ومبتدأ الصادوق نعت مرفوع محبوب خبر مرفوع على مترفع الضمة طبعا إذا قلت الصادق الصادوق ووجفت ما تمش المعنى ولكن هنا الصادق والصادوق نعت مرفوع على مترفع الضمة يبقى 14 خدنا رقم رقم با حسناء طالبة مشتهدة كلمة حسناء ممنوعة من الصرف والسبب أنها طبعا حسناء وهيفاء و صحراء كل ديت مزيدة للتأنيس فهي منتهية بألف التأنيس الممدودة منفعش مقصورة منفعش منقالبة عن أصل لأن طبعا ديت مزيدة للتأنيس وتجمع جمع مؤنس سالم يبقى هنا هنقول ممنوعة من الصرف لأنها منتهية بألف التأنيس الممدودة وعندي طبعا بالنسبة الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لعلة ولعلتين العلة تلت حاجات ألف التأنيس المقصورة ألف التأنيس الممدودة وصيغة منتهى الجموع يبقى خمستاشر خدنا رقم آلف ستاشر أيتها الأمهات ربينا ربينا أبناء كنا على حب الخير إن كنا أيتها الأمهات مدرسة للنشر ما المحل الإعرابي لما تحته خط لكل من الجملتين السابقتين على الترتيب أعزك لجيت أياته في أول العبارة يبقى على طول أي منادى مبنى على الضم في محل نصب طبعا لفعل إن ده في محل في محل نصب وبعد كده إذا وجدتها بعد إن كنا لكنا أي 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 شيء يدل على الخطاب وبعدها أياتها فهي مبنية على الضم في محل نصب مفعول به لفعل مهذوف يبقى أنا أخذ رقم ألف أياتها هنا منادى وده طبعا نكرى مكسودة منادى مبنى على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه وطبعا أياتها في الجملة الثانية هتكون مفعول به منصوب على الإختصاص مبنية في محل نصب مفعول به لفعل مهذوف يعني مفعول به منصوب على الإختصاص يبقى 16 خدنا رقم ألف 17 في الجملة الآتية ورد فيها حل نصب طبعا هنا المختص يأما مفرد يأما مضاف لمفرد يأما يكون أيها أو آياتها وطبعا إذا كان أيها أو آياتها فهو مبني أما المفرد والمضاف إلى مفرد ده معرب يبقى إننا المصريين طبعا هتكون مفعول به منصوب على الإختصاص منصوب على مهذوف تقدير عقصة أو عاني يعني ده معرب أياتها الأمهات ده طبعا هنا أنتنا طبعا هنا ده أياتها هنا منادة أنتم علماء الأمة طبعا علماء مفعول به منصوب على الإختصاص لفعلا مهذوف تقدير عقصة أو عاني والأمة مضاف إليه لكن هنا طبعا عندي أيها المعلمون أي مبنية على الضم في محل نصب مفعول به مصوب على الإختصاص وإلهاء للتنبيه المعلمون بدل مرفوع ونعت مرفوع المعلمون نعت مرفوع وعلامة رفع الوا ولأنه جمع مذكر سالم يبقى سبعتاشر خدنا رقم دال هي المبنية أو المختص المبنى هي المختص المبنى في محل نصب رقم 18 في أي جملة التي تجتمل على اسم تفضيل ما أجمل النحية سعداء أجمل ده فعل بس فعل تعجب أفعل اسمها أفعل التعجب الطاهرة أسرع أسرع على وزن أفعل فطبعا ده اسم التفضيل نكمل الطائرة أسرع من القطار أسرع أفعل اسم التفضيل وهي طبعا نعرفها خبر نكمل القائد يعجبا القائد الزكي الزكي ده نعت مرفوع هنا أجهدنا ده أجهد فعل ماضي فعل ماضي مبنى على أجهدنا فعل ماضي مبنى على الفتح الفريق المنافس بالأجهدنا أجهدنا الفريق المنافس في المسابقة فطبعا أجهد فعل ماضي مبنى على الفتح يبنى 18 خدنا رقم باء الطائرة أسرع من القطار رقم 19 نعمة صحبة صحبة الصديق الذي يقدر الصداقة حدد فعل نعمة وأعرف ما تحت وخط طبعا هنا الأول فصحبة هتكون تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة وطبعا فعل نعمة له أربع أحوال يقوم معرب بالألف واللام نعمة الصحبة صحبة الصديق نطف إلى ما فيه أن نعمة صحبة المرء صحبة الصديق الذي نكمل جمنيتي نعمة صحبة هنا تمييز وهنا في الحالة دي فعله ضمير مستتر مفسر بناكرة منصوبة اللي هي صحبة يا إما ما أو من الموصولتين أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو عجاب وشارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله